علشان كده حتى مع الابتلاء وشدة الابتلاء إياك تنسى وإياك تسيء الظن بالله وعشان كده أنا بحب حكم أقول فيها إيه من أداب المحب ألا تسيء الظن بالحبيب أقصد الحبيب الأجل الله ألا تسيء الظن بالحبيب فالبلاء من دواع التقريب فاهتف عنده يا لطيف يا قريب يا مجيب وعنده تعرف أنه أجراه عليك لتذوق حلاوة تودده بي فإني قريب أجيب آه يعني ربنا أجرع علي الشدة عشان أدوق حلاوة إيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانك آه يعني ربنا سبحانه وتعالى مش قصد يعزبني لا ده قصد يأخذك إلي قصد دوء حلاوة قربه منك قالت وما فيش طريقة أدوق حف فيها حلاوة قربه مني غير إنه هو يحصل علي الشدة آه يا سيد ما انت مشغول في حياتك لازم تخرج من هذا تتيقص لترى قربه سبحانه وتعالى ولذلك مقولة اللي بيقولها المصريين يقيني بالله يقيني اللي مصريين دايما بيقولوها تبين إن المصريين من كتر من كتر عشتهم مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وكتر حسن ظنهم بخالقهم عز وجل ارتقوا من مرتبة حسن الظن بالله إلى مرتبة اليقين به سبحانه وتعالى وعبروا عنده وقالوا برضو في كلام تاني عشان تعرف إنه هم ممشيين من حسن الظن إلى اليقين اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه يعني إيه يعني خلي بالك إن انت بتتعامل مع كريم مع ودود مع حفيظ مع جميل سبحانه وتعالى يبقى إيه اللي حاصل يبقى القادم سيأتي ويأتي معه الخير إيه ده انتوا كده عندكم أمل زائد آه صح وده اللي بيعلمنا عدم الخوف من المستقبل لأن المستقبل بيد الله وحده وبعد كده يقول لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأمور التي تعينك على حسن الظن بالله وهي كثرة الزكر فيقول رب العزة في الحديث الذي رواه صلى الله عليه وسلم عنه وأنا معه إذا ذكرني يعني أنا مع ذلك العبد إذا هو ذكرني يعني لما تعمل بحسن الظن بمعنى الحقيقي بالمعنى اللي احنا قناه وبيناه لحضرتك إيه اللي حصل وتذكر الله ذكر الله يأكد لك إن ربنا هيكون معك لذلك بقول لك دايماً ذكر الله روح الحياة ذكر الله روح الحياة ذكر الله روح الحياة ليه؟ لأن ذكر الله سبحانه وتعالى بيردك إلى إن الحياة بيدي مولاك فلما تعرف الحقيقة دي يتغير حياة كتيرة وإنت عايش دايماً أقول إن ذكر الله يخرجك من وهم أن الحياة بيدك وبيدي الأحداث لترى مولاك هو المالك الحقيقي لهذه الحياة فما تخليش قلوبكم وبيوتكم كالمقابر عملوها بذكر الله ليه نعمرها بذكر الله؟ لأن إذا كان ذكر الله موجود أعترى كل شيء جميل في الأشياء وساعتها تتعمر البيوت لأنها تسعيتها تقدر أنا عند ظني عبد بي والمعنى ده أنا تعلمته من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت إيه؟ يعني شوف يبقى اللي بيذكر ربه مثله كالحي يبقى احنا قلنا إن ذكر الله روح الحياة عشان هذا الحديث فإن ذكرني في نفسي حضرة النبي يقول فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي شوف العظم يا أخي شوف الجمال شوف حلاوة ذكر الله لتاني مرة حضرة النبي يفتح علينا كنز من كنوز المحبة الربانية لما قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ده حاجة عظيمة جليلة ويجي هنا حضرة النبي يخبرنا من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه كلام رب العزة يبقى إلا يحصل شوف العظم يبقى العظم إن الله سبحانه وتعالى سيذكرك وهو في كمال جلاله وكمال كماله وكمال سبحانه وتعالى وكمال إيه جلاله وكمال جماله وكمال كمان كماله فالله سبحانه وتعالى وهو في هذا الحال يذكر وك ترجمة نانسي قنقر